قلوني ابتدي بعالم المليارات ثم اذهب الى عالم الملالين في عالم المليارات مجلة فوربس الامريكية النهاردة قالت ان رجل اعمال المصري ناصف سويرس احتر لرأس قائمة اغنى اغنياء مصر بثروة تقدر خمسة وستة من عشرة مليار دولار القائمة السنوية اللي مقدمها فوربس فيها سبعة مصريين ثاني رجل اعمال من حيث تتصروة هو نجيب سويرس في المرتبة الثانية بثلاثة وتسعة من عشرة مليار دولار ثم ودير النقل الاسبق محمد لطفي منصور في المركز الثالث بثنين وسبعة من عشرة مليار دولار ثم رجل اعمال مصري المقيم في بريطانيا محمد الفايد بواحد وتمانية من عشرة مليار دولار ثم رجل اعمال المصري يسين منصور بواحد وتمانية من عشرة مليار دولار ثم أنسي سويرس الوالد بواحد واثنين من عشرة مليار دولار ويوسف منصور بواحد وواحد من عشرة مليار دولار ما زال مؤسس شركة مايكروسوفت بالجيتس هو أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو ستة وتمانين مليار دولار طبعا ربنا زيد ويبارك ده مش مدعاه أبدا إن احنا منقع بالعكس احنا لازم نشوف رجال الأعمال دول نجحين إزاي بيقدروا يزودوا سرواتهم إزاي هما ما بيشتغلوش في مصر بس هما فتحين نشاطات عديدة فنشوف النجاح جاي منين كل نجاح مش جايها بقى يعني أنسي سويرس رجل مكافح جدا ابتدى بكفاح شديد وكان بادئ بدايات زي أي موظف وسفر برة في ليبيا واشتغل وبدأ يعمل فلوس وولاده ما عاشوش إن ابوهم رجل غني أو معه فلوس قدروا ينموا السروة ويشتغلوا كذلك قال منصور الفايد اللي اشتغل من أول تطوير ميناء دبي وبناء دبي الحديثة اللي احنا شايفينها دي ابتدت مع محمد الفايد مع الشيخ راشد المكتوم فاحنا عندنا مصريين شطار يقدروا يعملوا فلوس ده فين؟ ده اللي يجب نتكلم عليه إزاي نقدر نستفيد من هذه العقول وإزاي ناخد التجارب دي ونبني عليها هو ده الشيء المهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر